بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا وارفعنا ما علمتنا واغفر لنا ولوالدين وأزواجنا وذرياتنا ومشايخنا ومن لاه حق علينا والحاضرين وسائل المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا أرحم الراحمين قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب في بقية رسالته إلى عبد الله بن سحيم مطوع أهل المجمعة قال فيها رحمه الله وقال أيضا أي ابن القيم رحمه الله في الكلام على هذه القصة يعني قصة وفد الطائف لما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ مال اللات وصرفه في المصالح قال ومنها جواز صرف الإمام الأموال التي تصير إلى هذه الطواغيت في الجهاد ومصالح المسلمين فيجب عليه أن يأخذ أموال هذه الطواغيت التي تساق إليها ويصرفها على الجند والمقاتلة ومصالح الإسلام كما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم أموال اللات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين نعم المال مال الله سبحانه وتعالى فيصرف في طاعة الله عز وجل في الدعوة إلى التوحيد وإزالة الشرك والبدع والمحدثات هذا أساس الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ولا تبقى هذه الأمور الشركية ساعة واحدة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ بها عملا بقوله تعالى أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى لأنهم يقولون الملائكة بناة الله قال الله جل وعلا ألكم الذكر وله الأنثى يعني الذي لا ترضونه تجعلونه لله وهو الإناث وأما الذكور فتعتزون بها وتعزونها وتبقونها نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله قال ابن قيم رحمه الله وكذلك الحكم في وقفها والوقف عليها باطل وهو مال ضائع فيصرف في مصالح المسلمين نعم مع هدم هذه الأوثان المبنية على القبور وإزالة هذا الشرك فالأموال التي بذلت لها هذا مال الله سبحانه وتعالى فيأخذ ويصرف في مصارف في مصارف الدين والدعوة إلى إلى التوحيد وعبادة الله عز وجل فلا يترك هذا المال لأنه مال الله سبحانه وتعالى فيأخذ ويصرف في الدعوة إلى دين الله وتوحيده الدعوة إلى عبادته نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله فإن الوقف لا يصلح إلا في قربة وطاعة لله ورسوله فإن الوقف لا يصح إلا في قربة وطاعة الله ورسوله فلا يصح على مشهد ولا قبر يسرج عليه ويعظم وينذر له ويعبد من دون الله وهذا مما لا يخالف فيه أحد من أئمة الدين ومن اتبع سبيلهم انتهى كلامه رحمه الله هذا كلام ابن القيم رحمه الله فإن هذا أولى ما يصرف فيه المال وهو مال الله جل وعلا عاد إلى أولياء الله فيصرفونه في طاعة الله سبحانه والدعوة إليه وما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى فهو فيء والفيء هو الشيء الذي يعود إلى أصله يعود إلى أصله مثل الأموال التي تغنم في الجهاد في سبيل الله تصرف في طاعة الله عز وجل نعم أحسن الله قال الشيخ محمد عبداللهاب رحمه الله فتأمل كلام هذا الرجل الذي هو من أهل العلم وهو أيضا من أهل الشام كيف صرح أنه ظهر في زمانه في من يدعي الإسلام في الشام وغيره عبادة القبور والمشاهد والأشجار والأحجار التي هي أعظم من عبادة اللات والعزة أو مثله فهذا الرجل الشامي كلامه واضح في ما يجب في الأموال التي توقف على هذه المشاهد لأنها تصادر وتصرف في في الدعوة للتوحيد وإلى عبادة الله سبحانه وتعالى لأنها في والفي هو الذي يعود فهي عادة إلى الأصل الذي يصلح لها وهو الدعوة للتوحيد وإقامة دين الله سبحانه وتعالى ولا تترك بأيدي هؤلاء المشركين يستمرون في الاستعانة بها على الشرك والدعوة إلى الشرك نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله وأن ذلك أي الشرك ظهر ظهورا عظيما حتى غلب الشرك على أكثر النفوس وحتى صار الإسلام غريبا بل اشتدت غربته نعم لما فقدت الدعوة إلى التوحيد قبل مجيء الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إلى هذه البلاد وأنعم الله بدعوته على أهل الدين وأهل العقيدة ونصرهم الله عز وجل على أعدائهم من المشركين فإن هذا من أكبر العبر ومن أوضح الطرق للدعاة إلى الله عز وجل أن يبدأوا به وأن يصادروا هذه الأموال التي جعلت لهذه القبور لأن هذه القبور أصبحت مثل الله والعزة والرسول صلى الله عليه وسلم لما جاهد المشركين واستولى على أموالهم صرفها في الدعوة إلى الله وطاعة الله فعادت إلى الأصل التي أوجدها الله من أجله وهذه المصلحة فوق كل مصلحة نعم أحسن الله إليكم قال الشيخ رحمه الله وحتى صار الإسلام غريبا بل اشتدت غربته أين هذا من قول صاحبكم لأهل الوشم في كتابه لما ذكروا له أن في بلدانكم شيئا من الشرك يأبى الله أن يكون ذلك في المسلمين يعني يقصد بمويس نعم المويس هذا من علماء الضلال من أهل نجد هو من دعاة الشرك فهو يحسن للناس ما هم يعني يحسن لمن للجهال يحسن لهم الشرك وأمور الشرك وأن تبقى الأموال بأيدي هؤلاء الدعاة إلى الشرك وأهل الضلال فهذا من دين الجاهلية ولا يجوز للقائم على الدعوة إلى الله أن يبقيها بأيديهم ولو لحظة واحدة لأن لا يستعينوا بها على إصدار الشرك إلى الناس والدعوة إليه وما يعظمونه ويعتقدونه نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله وكلام هؤلاء الأئمة من أهل المذاهب الأربعة أعظموا وأعظموا وأطموا مما قال ابن عيدان وصاحبه في أهل زمانهما أفترى هؤلاء العلماء أتوا فرية عظيمة ومقالة جسيمة هؤلاء العلماء الذين أنكروا الشرك ودعوا إلى التوحيد ها يعتبرهم ابن سحيم أن يعتبرهم أنهم ظلوا الطريق وأخطأوا حاشا وكل إنهم على الطريق الصحيح الذي جاءت به الرسل وخاتمهم خصوصا خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم فإنه أول ما بدأ بإنكار الشرك وإبطال الدعوة إليه ودعوة الناس إلى التوحيد الخالص لله عز وجل كما هي دعوة الأنبياء والمرسلين من قبله عليهم الصلاة والسلام نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله فهذا ما يسر الله نقله من كلام أهل العلم على سبيل العجلة فأنت تأمله تأملا جيدا واجعل تأملك لله مستعيدا بالله من اتباع الهواء ينصي الشيخ رحمه الله هذا العالم بأن يسلك هذا الطريق الصحيح في دعوته إلى الله وفي الأموال التي تأول إليه من أموال من الأموال التي تصرف في أساء في أسس الشرك الشرك بالله عز وجل فهذا مسلك شرعي صحيح وهو مسلك الأنبياء جميعهم عليهم الصلاة والسلام فإن الله بعثهم وأمرهم أن يبدأوا بالدعوة إلى توحيده وإبطال الشرك والرد على أهله حتى تستقيم الملة ملة التوحيد كما قامت على عيد الأنبياء السابقين وقامت على عهد رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم فإن أول ما بدأ به عليه الصلاة والسلام الدعوة إلى التوحيد وإبطال الشرك وإبادة الله الأمر بعبادة الله عز وجل والأمر بإقامة الدين على الحنيفية السمحة ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقدمونه في ميزان حسناتكم يوم تلقونه إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين